ونكيريت تظهر المأدير بتاعة رزب الشعرية للسادة المشاهدين ثلاث كبايات رز حسب عدد أفراد الأسرة وشعرية تقريبا نص كوب وعندنا شربة لحمة أو شربة سراخ أو مية عادية خالص مأدير الرزب الشعرية محمر الشعرية في شوية سمنة أو شوية زبدة وفضيب شوية زيت زي ما عاودتكم طبعا علشان الشعرية والسمنة ما تتحرقش المأدير موجودة على الشاشة هنحمر الشعرية كده شوية الله أنا هعمل أول حاجة الرز نحمر الشعرية كده وطبعا نصيحة للسادة المشاهدين وقت ما حطت الشعرية في النار ماينفعش إن أنا أشغل نفس بأي حاجة علشان الشعرية تكون كلها لون واحد وفي بعض الأخطاء بنحصل إن إحنا بعد ما بنحمر الشعرية كده بنرفع الحلة من على النار واخدين بالكم السخونية بتاعت الحلة بتحمر الشعرية أكتر فنخلي بالنا حتى لما نرفع الحلة من على النار نبدأ برضو ونستمر في التقليب علشان الشعرية تبقى كلها لون واحد لو نحس إن أنا مش عايز نسليب للشعرية غير إن أنا أجيب الرز بتاعي اللي أنا هضيفه للشعرية علشان أخلي أخذ تقليبة كمان أنا عند الرز مخصول وجاهز عمل كلمية علشان تكفض يفنى النهاردة أخلي بالي طبعا إن شعرية البالون واحد زي ما إحنا شايتين كده يريد الكاميرا تجيبها أهي الشكل الجميل ده وأستمر في التقليب واجه ضايف الرز مع التقليب برضو سهل خلص الرز بالشعرية ولكن فيه لمسة الشيف هنعملها دلوقت هعمل الكمية دي كلها الله الريحة بتاعك الشعرية جميلة جدا ونحن شايفين لازم أفلفل الرز مع الشعرية كده شوية بيكون عندي مثلا أبلها بيوم مرأة فراخ اللي هي الشربة شربة اللحمة وشربة الفراخ طب الشيف النهاردة ما كانش عندنا لشربة اللحمة ولا شربة فراخ بنجيب مية نغليها على النار بس بنحط لها طبعا فصين من الحبهان اللي هو الهيل وشوية قرفة لازم يغلوا مع بعض وشوية ورق رورو عشان الكست بتاع المياه يتغير شوية ومع الرز بحط ورقتين كده ورق رورو من ده أو رورو يعني هو قال له كذا يسمى ورق الغار وعندي شوية قرفة اللي هي القرفة الخشب بحط كده عشان طبعا لما الرز يستوي هيبان ده في قلب الرز شكله جميل جدا والمية بتغلي هنا عندها هي حاطت فيها حبلهان عند المية الله الريحة بتاعتها جميلة طبعا لاني أنا طبعا متابلها هنا بضفها هنا للرز طبعا دي من غير اي مرأة ولا مكسبات طعم ولا اي حاجة نخلي بالا حط شوية مية كمان عالنار علشان استخدمهم للشربة بتغلي كده وتسخن هقلب الرز أنا هنا المية سخنة كد بتغلي والرز جاهز عندي هنا الله شايفيني يا ريت الكمالة تجيب كده الرز بعد ما نزل عليه المية وفيه طبعا القرصة الخشب وورق اللورة اللي موجود والمية فيها الحبان بتابلها بشوية ملح دي في الملح للرز طبعا هنا الرز لازم ازبط الملح بتاعه كويس واخلي دايما زي ما بقول دايما في كل حلقتنا الرز الملح بالسالب يعني بالقليل عشله وعليك بعد كده ننفعش احط ملح لزيادة ومليش قدرش اعالجه بعد كده يعني اعالج الموضوع عالصفرة افيد بغطي الحلة بتاعتنا وفيه مثل بيقول اتقل على الرز لما يستوي نوطي الرز خالص نوطي النار على الرز معنا التصال معنا لفة اثناء من العمرانية التصال السلام عليكم ازاك اشيف احمد يا اهلا وسهلا اعمل ايه حضريتك الحمد لله رب العالمين والله كل خير على كل والله العظيم لك